موسيقى أرحب بك من جديد صديق المشاهد في لقاء آخر ونحن نتابع القصة الملهمة القصة المباركة قصة الكنيسة قصة الكنيسة في القرن الأول المسيحي كما وردت في سفر أعمال الرسل من الكتاب المقدس وبدأنا من حلقات ماضية في ميلاد رسول الأمم مع بداية الأصاح التاسع من سفر الأعمال ونعود في هذه الحلقة إلى خدمة الرسول بطرس من جديد تحت عنوان الرسول بطرس خارج أوروشالين وهنا هنتابع من أصاح تسعة من سفر الأعمال آية 32 إلى أصاح عشرة آية 48 وأرجو ننتبه أنه الأصحات العشرة الأولى من سفر الأعمال الشخصية الغالبة فيه في الخدمة هو الرسول بطرس وبعدين من أصاح 13 إلى آخر الأصاح الشخصية الوارد عن خدمتها بتفصيلات كثيرة هو الرسول بطرس لكن في القسم الخاص بالرسول بطرس الأصحات الأولى شوفنا في بداية أصاح تسعة من أصاح تسعة آية 1 إلى آية 31 الحديث عن ميلاد الروحي للرسول بولوس لرسول الأمم فبنرجع النهاردة مرة تاني من أصاح تسعة آية 32 للرسول بطرس لكن هذه المرة عن خدمته خارج أوروشاليم لأنه الحقيقة الرسول بطرس اتخذ من أوروشاليم مركز لخدمته لسنوات طويلة وهو أكتر من سجل البشير لوق عن خدمته في الأصحات الأولى من سفر الأعمال فنقدر نفتكر هو اللي قاد اجتماع التلاميذ بعد صعود الرب لاختيار بديل ليهودا في أصح واحد وبطرس هو اللي خاطب الجموع في يوم الخمسين في أصح اتنين وهو من شف الأعرج باسم يسوع في أصح تلاتة وهو اللي قدم عزته التانية في سفر الأعمال وده كان في الهيكل أيضا في أصح تلاتة وخاطب الرؤساء أثناء محاكمته ومعاه يوحنى في أصح ربعة وهو اللي تصدى لخيانة حنانيا وسفيرة في أصح خمسة وبطرس ومعاه الرسل هو اللي جاوب الرؤساء عند محاكمتهم في أصح خمسة من آية تسعة وعشرين لآية اتنين وتلاتين كل ده بيوضح لينا إزاي بطرس كان في مكان القيادة في الكنيسة في أوريشاليم ولم يترك أوريشاليم إلا لما ذهب مع يوحنى إلى السامرة لمتابعة المصادقة على خدمة تيلوبوس الشماس وعلشان ما تكونش الكنيسة في السامرة أقل من أختها الكنيسة الكبرى في أوريشاليم بعد هذا الحدث يذكر أنه بطرس ويوحنى في طريق عودتهما لأوريشاليم بشرى قرى كثيرة للسامريين ويمكن خدمة بطرس في هذه الأماكن هي اللي خلت الرسول بولوس بعد كده يطلق عليه المؤتمن على إنجيل الختان لكن في النص اللي قدامنا في أصاح تسعة من اتنين وتلاتين إلى أصاح عشرة وآية تمانية واربعين بنشوف بطرس خارج أوريشاليم والحقيقة راح تلات أماكن وفي كل مكان صنع معجزة خاصة أو معجزة مختلفة في لودة في أصاح تسعة من اتنين وتلاتين إلى خمسة وتلاتين وهناك شفى انياس المريض وبعدين في يافة برضو في أصاح تسعة من آية ستة وتلاتين إلى اتنين واربعين وهناك في يافة أقام طبيصة من الموت وفي قيصرية أصاح عشرة من واحد إلى تمانية واربعين ربح كرناليوس وأهل بيته للمسيح وفتح الباب أمام الأمم للدخول لحضيرة الإيمان ويمكن هذه الأخيرة اللي بيت كرناليوس بنعتبرها أعظم المعجزات وهو ربح كرناليوس وأهل بيته أو فتح باب الإنجيل أمام الأمم المعجزة الأولى أو المكان الأول في لودة أصاح تسعة آية تنين وتلاتين إلى آية خمسة وتلاتين وحدث أن بطرس وهو يكتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لودة فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس متجعا على سرير منذ ثمان سنين وكان مفلوجا فقال له بطرس يا إنياس يا شفيك يسوع المسيح قم افرش لنفسك فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لودة وصارون الذين رجعوا إلى الرب مدينة لودة والمعروفة باسم لود في العهد القديم بنقرأ عنها في أخبار الأيام الأول أصاح 8 وآية 12 بطاقة على بعد 38 كيلو متر شمال غرب أوريشالين وعلى بعد 16 كيلو متر جنوب شرق مدينة يافا ذهب الرسول بطرس إلى هذه المدينة علشان يفتقد المؤمنين هناك يمكن المؤمنين هناك وصلتهم الرسالة عن طريق في لوبوس أو من خلال من نالوا الخلاص في يوم الخمسين وراحوا مرة تاني إلى لودة وبشروا المدينة في المدينة تقابل بطرس مع إنسان مصاب بالشلل عاجز عن الحركة ليه 8 سنين في هذا المرض فبطرس لما شافه قاله يشفيق يسوع المسيح ومرة أخرى بنشوف أعمال يسوع بطرس لا يدعي إن ليه قوة شخصية للشفاء بل ينسب هذا إلى يسوع وطلب إليه دليل واضح لشفاءه قم افرش لنفسك فقام للوقت وبالطبع الناس شافت الارتباط الواضح بين اسم يسوع وقوة الشفاء وصار الرجل إنياس هذا معجزة متحركة كانت النتيجة إن كسيرين ليس فقط من لدة بل أيضا من سارون وده سارون سهل ممتد من لدة إلى قيصرية في الشمال عدد كبير من الناس بسبب هذا رجعوا إلى الرب المكان الثاني هو يافا وده بنير عنه في الآيات من ستة وتلاتين إلى تلاتة واربعين وفي هذه المدينة بطلس أقام طبيصة من الموت أقام طبيصة من الموت النص موجود في أصح تسعة آية ستة وتلاتين إلى تلاتة واربعين يافا مدينة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط تبعد عن لدة حوالي 16 كيلو متر وهي تتبع مدينة تل أبيب حاليا تمثل الحي القديم في المدينة كان فيها عدد قليل يعني من غير المؤمنين لكن كان فيها عدد كبير من المؤمنين وصلتهم أخبار الرسول بطرس وخدمته في لدة وصارون وبينهم كانت تلميذة اسمها طبيصة كانت معروفة باهتمامها بخدمة الخير ومساعدة الأرامل مرضت طبيصة وماتت وحسب العادة غسلوها لكن على خلاف العادة وضعوها في علية كان من المتوقع أن يدفنوها بعد ذلك لكن نفاجأ أنهم أرسلوا لاستدعاء بطرس طالبين إليه أن لا يتوانى والحقيقة مش عارفين بالزبط ليه دعوا بطرس هل علشان يصلي معاهم قبل دفنها هل أرادوا نوع من التكريم لطبيصة من خلال حضور بطرس وتكريم أيضا لخدمتها هل أرادوا أن يأتي بطرس لكي يقيمها من الموت أنا أظن أن هذا الاحتمال الأخير أنه يقيمها من الموت احتمال مستبعد لأنه لم يحدث من قبل أن أقام الرسل أموات لو حصل هتبقى دي أول معجزة على أي حال جه بطرس ولقى نفسه في مواجهة الموت ويمكن تذكر هذه اللحظة وعد الرب اللي قاله لهم في مت عشرة أقيموا موتة مجانا أخستم مجانا أعطوه أو تذكر لما أخذوا الرب معي عقوب يحنى إلى بيت يا يورس رئيس المجمع وأقام ابنته من الموت بطرس في مواجهة الموت في طبيصة ماذا فعل أظن أنه فعل كما فعل يسوع وشيء يعني ملفت للنظر أنك تجد تشابه كبير إلى حد التطابق بين ما فعلوا بطرس وما فعلوا يسوع الرب كان عنده عادة أنه ياخد معاه بطرس وعقوب يحنى في مواقف خاصة فالصحب التلاتة لما راح بيت يا يورس رئيس المجمع وأقام ابنته من الموت طبعا أخذتهم معاه على جبل التجلي وأخذتهم في بستان جاس سيماني وكان الرب يقصد تدريب هؤلاء التلاتة تدريب خاص واضح أنه بطرس تعلم الدرس جيدا علشان كده نراه في المعجستين في لدة ويافة يفعل تماما كما شاهد الرب يفعل الرب تقابل في كفر نحوم مع المفلوج اللي كان بيحمله أربعة وشفاه يسوع زي كده تقابل بطرس في لدة مع إنياس المفلوج يسوع قال للمفلوج قم واحمل سنيرك واذهب إلى بيتك وبطرس يقول يا إنياس يشفيك يسوع المسيح قم وفرش لنفسك كما فعل يسوع أما في يافة فبطرس فعل مع طبيصة أيضا مثل ما فعل يسوع مع ابنة ييروس ابنة ييروس يسوع أخرج الجميع ده وارد في ماركوس خمسة بطرس في أعمال تسعة وآية اربعين أخرج الجميع خارجا لما كان في بيت طبيصة وزي ما أمسك الرب بيد الصبية ابنة ييروس بطرس ناولها يده وأقامها نادى يسوع على ابنة ييروس طليصة قومي الذي تفسيره يا صبية لك يا قول قومي في ماركوس خمسة واحد واربعين وهنا بطرس بينادي يا طبيصة قومي الأمر الذي فعله بطرس وحده جس على رجبتيه وصلى فيسوع أقام طبيصة طليصة بسلطاني هو لكن بطرس صلى لأجل قوة الله وباسم يسوع قامت الفتاة والنتيجة المتوقعة آمنة كثيرون بالرب والجموع في لدة وصارون لما رأوا ان ياس قد شفي راجعوا إلى الرب وهي نفس الكلمات اللي قيلت بعد ان قام الرب لعازر من الموت في يحن 11 خمسة واربعين كثيرون لما نظروا ما فعل يسوع آمنوا به ثم ان المعجستين اللي عملهم بطرس هنا في لدة وفي يافة كانت علامة على الخلاص استخدم الرسول بطرس ما يعبر عن الحياة الجديدة أو القيامة يقول لان ياس قم ومع طبيصة ناولها يده وأقامها وهو نفس الفعل اللي استخدمه اللي استخدم عن قيامة المسيح من الأموات ان ياس قام من مرضه بصحة جديدة ولحياة جديدة وقام الطبيصة من موتها لحياة جديدة نقول ان المعجستين كانت بقوة المسيح ادرك بطرس احتياجه لاسم ولقوة المسيح فقال لانياس يشفيك يسوع المسيح وعند طبيصة جاس على رجبتيه وصل بعد كده مكس بطرس في يافة اياما كثيرة وبالتأكيد كان بيكمل خدمته الكرازية والتعليمية لكن البشير اللقى بيذكر مكان اقامة الرسول عند سمعان رجل دباغ ناخد بالنا دي اشارة مهمة جدا عند سمعان رجل دباغ بطرس ودباغة الجلود كانت من المهن النجسة جدا حسب التشريع اليهودي فازاي لبطرس صاحب الخلفية اليهودية المحافظة ان يقيم في مكان كهذا هل قصد الرب ان يعده ليذهب بعد ذلك لبيت كرناليوس الاممي ده اللي هنشوفه الحقيقة في اصاح عشرة من سفر الاعمال لما ذهب الى بيت كرناليوس وهناك المعجزة التالتة والاعظم اللي هي معجزة الاخلاص اللي تمت في بيت كرناليوس يبقى ده المكان التالت اللي هو قيصرية شوفناه في لودة وفي يافا والان المكان التالت في قيصرية في اعمال عشرة بنحكي عن بطرس خارج ورشالين ذهب الى هذه الاماكن التلاتة بعد لودة ويافا حدث استدعاء من السماء للرسول بطرس علشان يذهب الى قيصرية والبشير لوقة خصص مساحة كبيرة من سفر الاعمال لهذه الزيارة مش بس لانها زيارة قائد مائة عظيم سيعرف الرب ومعاه اهل بيته لكن بالحر لان هذا الحدث بيمثل تحول كبير في خدمة الرسول بطرس بل وتحول اكبر في حركة الانجيل شوفنا الرسول بطرس خدمته ورشالين وذهابوا للسامرة في مهمة خاصة زي ما اشارنا قبل كده وبعدين ذهابوا مؤخرا في لودة ويافا في كل ده كان اهتمام بطرس نحو اليهود نحو الشعب اليهودي لكن فيه قيصرية في اعمال عشرة هو رايح يقدم الرسالة لشخص مختلف لشخص اممي اممي لا غشة فيه اذا احنا امام محطة مهمة جدا من خط سير حركة الانجيل في الكنيسة الاولى امام صفحة جديدة من صفحات قصة الكنيسة زي ما رسم المسيح نفسه ليه كل المجد ورشاليم اليهودية السامرة اقصى الارض في اعمال واحد تمانية فزيارة بطرس لكرنيليوس بتمثل اقصى الارض وتحقيق كلمات المامورية العزمة اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والبن والروح الكنز بطرس قبل من الرب هذا التكليف الخاص اعطيك مفاتيح ملكوة السموات كل ما تربطوا على الارض يكون مربوطا في السموات وكل ما تحلوا على الارض يكون محلولا في السموات ده في متى 16 وآية 19 وفتح بطرس الباب امام اليهود باب الملكوت وصادق ومعا يحنى على فتح الباب للسامريين في اعمال 8 وهنا في اعمال 10 بيفتح الباب امام الامم ولهمية هذا الحدث صديق المشاهد حابب نشوفه في اكتر من مرحلة اولا الاعداد وبعدين الاعلان ثم الحصاد واخيرا الدفاع اولا الاعداد لم يكن من السهل اطلاقا انه يتقاب البطرس مع كرناليوس الامر كان صعب جدا جدا للطرفين سواء البطرس او الكرناليوس علشان كده حدثت امور غير عادية علشان الرب يعد كل من كرناليوس وبطرس لهذا الامر اعداد كرناليوس بنجده في الايات الاولى من اية 1 الى 10 وانا يلفت نظري جدا ان هذا الرجل كان طقيا زي ما يقول اية 2 خائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب يصلي الى الله في كل حين وبعدين الرب يقول له صلواتك وصدقاتك صعدت تسكارا امام الله لكن ارسل الى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس هو هيقول لك ماذا ينبغي ان تفعل يعني كل الصفات والخصال اللي كانت عند كرناليوس لم تكن كافية لخلاصه اولا هذا الرجل كان رومان الجنسية قائد كتيبة ايطالية يعني يعني كل رجالها من ايطاليا وعلشان كده كان بتعتبر من اشرف الكتائب لكنه يبدو انه يهود الديانة مش عارفين امتى كان وازاي اصبح يهودي لكن واضح انه انتقل من الوسانية الى اليهودية لانه قرينا لانه قرينا طقي خائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب يصلي الى الله في كل حين وده بيقول لنا انه كان فيه فراغ عند كرناليوس لم يجد شبعه لا في الديانات اليهودية الوسانية ولا حتى في اليهودية ويبدو انه هو كان مخلص فقال له الملاك ارسل الى يافى رجالا واستدأس معاهم الملاقب بطرس هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل يمكن يكون كرناليوس اشبه بالفريسي اللي صعد الى الهيكل وصلى قائلا اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا العشار اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اقتنيه ده في لقى 18 آية 11 و 12 لكن الفرق الكبير بينه وبين هذا الفريسي انه تدين الاخير اللي هو الفريسي كان عائق امامه فلم يشعر بحاجته الى شيء لكن كرناليوس كان يمكن ان يكون مكتفي مثل الفريسي لكنه شعر بحكته الشديدة للخلاص ادرك كرناليوس ان صلواته صدقاته اصوامه ليست كافية ومش هتكون طريق لخلاص نفسه عشان كده قاله الملاك يستدعى الرسول بطرس وكده هيئ الرب واعد كرناليوس لقبول رسالة الانجيل ومن الملفت للنظر احبائي ان الملاك لم يبشر كرناليوس لكن اعطيت المهمة لبطرس وتجاوب كرناليوس مع الرؤية في الحال وارسل الى يافا ليستدعي بطرس لسه نتكلم عن فكرة الاعداد اعد الرب كرناليوس والان يعد بطرس في عصا عشرة من سفر الاعمال الايات من تسعة الى ستاشر حدث مع بطرس مشهد المشهور الملاك العظيم المربوطة باربعة اطراف ومدلات على الارض وكان فيها كل دواب الارض والوحوش والزحفات وطيور السماء وصوت من السماء بيقول لبطرس قم ازبح وكل بطرس يقول كلا يا رب انا لم ااكل قط شيئا دنسا او نجسا وجاله الصوت مرة تاني ما طهره الله لا تدنسه انت وتلات مرات قم ازبح وكل وتلات مرات بطرس يؤكد كلا يا رب لان لم ااكل قط شيئا دنسا او نجسا يبدو ان بطرس كان يحتاج لاعداد اكبر من كرناليوس وده اللي يبان بعد كده في اية 28 لما كان بيدافعوا الدام الكنيسة في قول الشليم قال كده بطرس انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او يأتي اليه فبطرس لم ينفتح بعد على تقديم رسالة الخلاص للامم نظرته ليهم هي النظر اليهودية التقليدية الامم من نسباله زي الكلاب والخنزير نجسون ما يضروش يقترب منه او هو يقترب منهم لان لا يتنجس عشان كده الرب ارسله الملاءة وثلاث مرات الرب يقول له قم ازبح وكل وهو كل مرة يجيب كان لا يا رب لاني لم ااكل قط شيئا دانسا او نجسا وانتهى المشهد وبطرس لم يفهم لغاية دلوقتي بطرس لا يستطيع ان يفعل شيء لم يعمله من قبل لكن رب واضح ان بيعلمه انه هيفعل معاه وبيه امور جديدة لم يفعلها من قبل اعتقد بطرس ان دايرة الملكوت او جماعة الايمان تشمل اليهود فقط والارسلية العظمة هي لليهود فقط لكن الرب الان بيعلن ان دايرة الملكوت وجماعة الايمان والارسلية العظمة تتسع اكثر جدا من اليهود لتشمل كل المسكونة وهو في حرته جه الرجال الارسلون كرنليوس ويتدخل الروح القرس بتدخل مباشر واضح ويقول لبطرس في اية 19 وآية 20 هو ذا سلاسة رجال يطلبونك لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء لاني انا قد ارسلتهم في هذه اللحظة يبدو ان بطرس ادرك ما وراء رؤية الملاء العظيمة وادرك انه انه مفيش حاجة محرمة من البشر ما فيش حدا ينجسه من البشر وادرك انه يقدر يروح بيت كرنليوس انه ما طهره الله لا تدنسه انت توجه بطرس في اليوم التالي ومعاه ستة ستة رجال من اخوة يافا الى جانب السلاسة المرسلين من قبل كرنليوس ذهبوا في اتجاه قيصرية شمالا بمحاذاة الساحل وفي اليوم التالي بطرس دخل بيت كرنليوس طبعا كرنليوس في انتظاره ومعاه كل انسباء واصدقاء المقربون وظهر اتضاع هذا الرجل وتقديره لبطرس انه سجد امامه واقعا على قدبيه لكن بطرس الحقيقة تدخل بسرعة ولم يدعو وقال له قم انا ايضا انسان على فكرة دايما رسل المسيح كانوا حريصين على رفض هذا النوع من التكريم المعبر عنه بالسجود بولوس وبرنابة مزقاء ثيابهما في الاسرة عندما رآهم اناس كالالهة وقالوا للناس نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم ده مش بس كده الملاك منع الرسول يحنى من السجود ليه وقال له انظر لا تفعل انا عبد معك ومع اخوتك الذين يحفظون الذين عندهم شهادة يسوع اسجد لله سجود كرناليوس محرم كان دخول بيت كرناليوس لبطرس الاممي كان محرم ايضا بحسب التقاريد اليهودية لكن بطرس دلوقتي بيدرك انه تحرر من هذا التحريم الله كشف لي انه لا يقول عن انسان ما انه دنس او نجس عشان كده في بيت كرناليوس دخل بدون مناقضة او اعتراض وبعدين سأل كرناليوس عن سبب استدعائه فكرناليوس حكاله الحكاية وما حدث وهو بيكرر نفس رواية لوقة في الاعداد من 30 الى 32 اللي قالها لوقة في الاعداد 3 الى 6 وبعدين كرناليوس قدم الشكر البطرس لاجل ما جيهه وبالتضاع يعلن هذه الكلمات الجميلة نحن جميعا حاضرون امام الله لنسمع جميع ما امرك به الله آية 33 امر مشجع انه المتكلم والكارث بانجيل المسيح يسمع وعد مثل هذا الوعد من مستمعية نحن حاضرون لنسمع كل ما يأمرك به الله هنا نأتي الى الاعلام فتح بطرس فاه وقال هذا الكلام في آية 34 وآية 35 بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه بل في كل ام الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده خبرة جديدة بطرس في بيت قائد اممي روماني يجد نفسه في مواجد كرناليوس ومعه انسباؤه واصدقاؤه الاقربين وبعد ارحب به كرناليوس كرناليوس بيقول له بطرس نحن جميعا حاضرون امام الله لنسمع جميع ما امرك به الله وبدأ الرسول بطرس حديثه او عزته الكرازية وفي ذهنه كرناليوس ومواصفاته فاكرين راجل تقي خائف الله مع جميع بيته يصلي الى الله في كل حين يصنع حسنات او صدقات كثيرة للشعب هذه المواصفات في ذهن بطرس وهو يقدم الرسالة وبيكشف لينا انه رغم كل هذه السنات كل هذه الاعمال الرائعة لكن الرب يراه لم يخلص بعد يرى كرناليوس لم يخلص بعد يمكن فينا النهاردة ناس عندهم بعض هذه المواصفات ويظن انه مخلص كرناليوس هنا والسمات اللي كان عليها والاعمال اللي كان بيعملها لم تكن شهادة انه نال نعمة الخلاص عشان كده احتاج لرسالة الانجيل فالخلاص احبائي كان ومازال ليس بالاعمال حتى لو كانت هذه الاعمال صوم وصلى وصدقة هكذا كان كرناليوس فالخلاص فالخلاص وانترجموا وانترجموا بهذه الصياغة انجاز التعبير كأن بطرس بيقول انا ادرك الان ان كل الناس متساوون امام الله وكل شخص عنده اتجاه صحيح ورغبة صادقة ان يتقي الله ويصنع البر سيكون معدا لقبول الخلاص فما كان عليه كرناليوس من الصفات الاربعة الجميلة لم يكن كافيا لتبرير امام الله فالطريق الوحيد المجاني للتبرير هو بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح ودل اعلانه الرسول بطرس بوضوح في حديثه لما كان بيؤكد على مجموعة من الحقائق وخلينا امشي معاك باختصار صديق المشاهد على هذه الحقائق اللي كانت متضمنة في الرسالة الكرازية اللي اقدمها الرسول بطرس في آية ستة وتلاتين وآية سبعة وتلاتين يقول كده الرسول بطرس الكلمة التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح هذا هو رب الكل انتم تعلمون الامر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي قرز بها يوحن عايز يقول هنا في افتتاحية كلامه انه رسالة الانجيل قدمت اولا لبني اسرائيل في ارشاليم واليهودية لكنها حتما ستصل للامم وهذا ما امر به المسيح ان يقرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم مبتدئا من ارشاليم هذه الرسالة تقدم السلام الحقيقي لكل من يقبلها بدأ بطرس هذا الاعلان واذعت هذه الاخبار الصار بيسوع نفسه بعد المعمودية من يوحن المعمدان زي ما قال الكتاب في ماركوس واحد وآية اربعتاشر وخمستاشر يقول لنا هذا التعبير وبعد ما اسلم يوحن جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل بطرس كان بالمقدمة دي بيؤكد انه باب الخلاص باب الملكوت قد فتح امام الامم ثم آية 38 نرجع لصاع عشر من سفر الاعمال آية 38 بيأكد على حقيقة اخرى في هذا الامر انه الله ارسل ابن يسوع المسيح ليكون هو الطريق فيقول يسوع الذي من الناصرة كيف مسحوا الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس لان الله كان معه يعني بيقول انه هذا الامر لم يكن في الخفاء بل كان معروف امام الجميع يسوع من الناصرة اثبتت معجزاته الكثيرة واللي حملت الخير للمساكين الشفاء لمنكسر القلوب تحرير المقصورين والعمي والمنصحقين يسوع الممسوح من الله بالروح القدس كان عنده السلطان انه يحرر من قبضة الشيطان فضع خبره في جميع سوريا فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض واجاع مختلفة والمجنين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم اللي حاب يقوله الرسول بطرس في بقية الاعلان لكن وصل الى حقيقة مهمة جدا في آية تسعة وثلاثين بيتكلم على الحقيقة المركزية في رسالة الانجيل ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أوروشاليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة بيقول هنا ان موت المسيح حقيقة اكيد كرناليوس وغيره سمعوا بحقيقة صلب المسيح لكن بطرس هنا بيؤكد الحدث باعتباره واحد من شهود العيان وفي كل مرة الرسول بطرس كان بيعز كان يذكر ويؤكد على هذه الحقيقة قال قبل كده في اعمال اتنين وآية ثلاثة وعشرين هذا اخستموه مسلما بمشهورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي اسمة صلبتموه وقتلتموه وصح ثلاثة آية خمستاشر من سفر العمال ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك برضو بتكلم هنا كشاهد عيان نحن شهود لذلك وصح ربعه آية عشرة في سفر العمال فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم الذي اقامه الله من الاموات بذاك وقف هذا امامكم صحيحا كان بيتكلم عن المقعد عند باب الهيكل الجميل اذا بيتكلم انه موت المسيح حقيقة ونحن شهود بهذه الحقيقة لكن كان لابد انه هو يكمل انه القيامة ايضا حقيقة في آية 40 يقول كده هذا اقامه الله في اليوم الثالث واعطى ان يصير ظاهرا ظاهرا الايدي الاسمة قتلت يسوع وعلقته على خشبة الصليب لكن الله اقامه في اليوم الثالث وهذا الحدث العظيم صار معلوم وظاهر لكثيرين ويمكن كلمة نحن وشهود في بداية آية 39 بتشمل الصلب والقيامة معا فالرسل ومنهم بطرس كانوا حريصين على الشهادة بالقيامة في صح اتنين وآية 24 الذي اقامه الله ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه وصح خمسة وآية 10 اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشرة وبعدين في آية 41 كمل الرسول بطرس الكلام عن ظهرات الرب بعد القيامة ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لانا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات فالظهرات ما كانتش للعامة لكن كانت لاحباء المؤمنين وبعدين في الختام اكد بطرس على انه يسوع هذا الذي مات ويسوع الذي قام هو الطريق الوحيد للخلاص آية 42 وآية 43 اوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والاموات له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه وفران الخطايا تبدو هذه الكلمات احبايك انها خلاصة للأصد الرسول بطرس العايز يوصل لي ويوصله لكرناليوس والذين معه يسوع وحده وليس سوى هو الديان المعين من الله انه كل من يؤمن به ينال باسمي غفران الخطايا ده كان هدف الرسول بطرس هدفه قيادة كرناليوس والذين معه الى الايمان بالمسيح والتمتع بغفران الخطايا بالطبع في هذه اللحظات ادرك الحضور انه كل المحاولات والطرق الاخرى لا تؤدي الى هذا الغفران فهموا انه في امكانهم التمتع بالايمان كل من يؤمن فالدعوة تشملهم مثل من قبلوها من اليهود لا فرق يا لها من دعوة مجيدة وبهذا قدم الرسول بطرس رسالة الانجيل بهذه البساطة وبهذا العمق بهذا الوضوح وبهذه القوة وهو بيتكلم عن لب رسالة الانجيل شخص ربنا يسوع المسيح وهو بيأكد على ختح الباب امام الامم الفرصة متاح الان امام كرنليوس الطقي الخائف الله مع جميع بيته الذي يصنع حسنات كثيرة للشعب الذي يصلي الى الله في كل حين الفرصة امامه الان ان يختبر الايمان الحقيقي والخلاص الحقيقي قدمت الرسالة وكانت الرسالة بهذه القوة وبهذا الجمال وده الرسالة اللي بين ايدينا عايز اقول لكل مؤمن وكل خادم ده هذه الرسالة في بساطتها وفي وضوحها ايه المفروض بنقدمها للناس ايه كانت النتيجة ايه كان الصمر ايه كان الحصاد ده موضوع كلامنا في الاسبوع القادم بمشيئة الرب عن الحصاد ثم الدفاع لنرى قوة رسالة الانجيل اللي استخدم فيها الرب بطلس بهذه القوة لبيت كرناليوس ولكل الذين معه بقول مرات احبائي انه علينا ان نرى انفسنا في النص الكتابي قد تكون مثل كرناليوس تحتاج لرسالة الانجيل حتى وان كان عندك تقوى حتى ان كنت تصلي الى الله في كل حين لكن بدون خلاص المسيح فكل هذه الامور لا تخلص تحتاج لرسالة الانجيل التي تغير ان تجد نفسك في النص ربما تكون مثل بطلس ورب يكلفك ويبعثك لشخص يحتاج لتقديم الرسالة هلنطيع بطلس بعد تردد اقتنع وادرك ان الباب مفتوح للامم لجميع الناس وطوبة للمبشرين بالخلاص للمبشرين بالخيرات نكمل حديثنا الصديق المشاهد في الاسبوع القادم حول الحصاد والدفاع في هذا الاصحاح اصحاح عشرة من سفر الاعمال الى ان نلتقي استودعك لنعمة القدير واصلي ان تكون هذه القصة سبب بركة لجميعنا والرب معك اشتركوا في القناة